تتواصل الاستعدادات والانجازات التي تجرى على قدم وساق بمدينة شرم الشيخ انتظارا لمؤتمر المناخ قب 27 لنزيد من المتبع ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد بعد التحية يعني ضعنا في آخر التفاصيل لديك حول استعدادات مؤتمر قب 27 بالفعل استعدادات ولمسات نهائية وأخيرة لاستقبال هذه القمة الدولية المهمة نتحدث عن نحو ثمانية أيام فقط لاستقبال هذه القمة قب 27 هنا في مدينة شرم الشيخ بداية أنا متواجد أو موجود الآن في الممشى السياحي الذي تم الانتهاء منه مؤخرا من المسات النهائية بطول 6 كيلو مترات وهو يحتوي على عدة مسارات من هذه المسارات أيضا مصر للدراجات وهو أيضا معمول بشكل صديق للبيئة يستخدم مواد صديقة للبيئة أيضا الإنارة من الطاقة الشمسية نتحدث أيضا عن المنطقة الخضراء التي أيضا انتهت وتجهزت لاستقبال هذه القمة الدولية حيث تم الانتهاء أيضا من تجهيز القرية البدوية وهي من المقاصد السياحية والترويجية لزوار وديوف مصر في مؤتمر كوب 27 بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال المسطحات الخضراء أيضا في حديقة السلام البيئية داخل المنطقة الخضراء وأعمال داخل المنطقة الخضراء بالإضافة أيضا إلى أعمال التشجير والإنارة في عموم مدينة شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء قام أمس باستقبال الثلاثة من الشباب الذين قاموا برحلة بالدراجة الهوائية من القاهرة وحتى مدينة شرم الشيخ وهذه رحلة رمزية للتعبير عن استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة أيضا في هذا الإطار محافظة جنوب سيناء تقوم أو قامت بالفعل بمشاركة عدد من مؤسسات الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات صديقة للبيئة هنا في مدينة شرم الشيخ نتحدث عن محطة نبق للطاقة الشمسية التي تعمل بقوة 20 ميجا واط هذه أيضا المحطة محطة الطاقة الشمسية التي تغزي العديد والكثير من الفنادق هنا في مدينة شرم الشيخ كلها تعمل بالطاقة النظيفة نتحدث أيضا عن مزيد من مشروعات الصديقة للبيئة ومشروعات قدراء مثل أعمال زيادة التشجير وأيضا هناك عشرة ألاف نخلة ضمن مبادرة 100 مليون نخلة التي بادر بها رئاسة الجمهورية نتحدث أيضا عن مشروعات كثيرة قامت بها هنا المحافظة بالتعاون مع مؤسسات الدولة للاستقبال هذا الحدث الدولي الهام وجذلك كله طبعا ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي تسعى فيها مصر لزيادة المشروعات الخاصة بالطاقة النظيفة ومشروعات الابتصاد الأخضر كل ذلك في إطار استراتيجية وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية وأيضا تقليل الانبعاثات الكربونية التي كانت هي السبب الأساسي في هذه التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم الآن بالتالي أصبح الوضع هنا في مدينة شرمشيخ أيام قليلة تفصلنا عن هذه القمة المرتقبة بمشروعات الله تعالى واللمسات النهائية نحن الآن في المسات النهائية التي تمت على هوبة الاستعداد هنا في مدينة شرمشيخ للاستقبال هذا الحدث الدولي المهم أشكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني على هذه التفاصيل مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني كنت معنا عبر الهاتف من مدينة شرمشيخ